عالب يحصل وخلي بالك من الكلام ده قوي وركز فيه تخيل يا شيخ تخيل امبارح الاهلي ليه ضرب الجزاء صحيحة مش محتاجة تنين يختلفوا عليها مش محتاجة يعني من اول وهلة المفروض تتحسل ضرب الجزاء وهنا اللوم على وقل فرحان حكم اللقاء اللي يقتل بدنية قلت شوية في الشوت الالتاني فبالتالي التمركز بشكل خاطئ فبالتالي ما شافش اللعبة فبالتالي اعتمد على تقنية الفيديو وتقنية الفيديو حاجة تحسب لحكم الفارفة كوريني مين يا جماعة مبارح انه هو نادى وقل فرحان والرجل جي وشاف اللعبة وقر باحتساب ضرب الجزاء صحيحة ونتج عنها دف الاهلي الصحيح لكن يا جماعة احنا بقلنا نشوف حاجات غريبة جدا حاجات غريبة وفريدة من نوحها تخيل ان ركل الجزاء زي دي فيه ناس تقولك لا مش ضرب الجزاء وناس بتشكك فيه لما يبقى خلاص حاجة ما فيهاش اي نوع من انواع الجدل اصلا واحنا نخلق لها حالة جدل لمجرد ان انا لقي كل او فيه اجماع على ان ضربة الجزاء صحيحة فانا لازم اخد اتجاه تاني خالص لاهداف مختلف وقال له لا دي مش ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء صحيحة لا فيها مشكلة يا جماعة انا لازم اخد اتجاه عكس الطيار كله حتى لو الطيار ده على حق حتى لو كل العالم والدنيا دي كلها قالت لك ان ضربة الجزاء دي صح ومضبوط يقول لك لا فيه زاوية ده فيه زاوية انتو مكبينها لا 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 كلي بالك الكرة دي مش ضربة الجزاء تمام واحنا حنربط الكلام ده بحاجات كتير قوي فخلي بالك طويل معاي امبارح الكابتن جمال الغندور له كل الاحترام والتقدير على المستوى الشخصي الفار اسمه يا جماعة مصطفى عصمان كابتن مصطفى عصمان تمام فمضش امبارح اللي ندى واقل فرحان على اللعبة دي الكابتن جمال الغندور ليه كل الاحترام والتقدير امبارح كابتن احمد الشنوي كابتن ناصر عباس كابتن سامير محمود عصمان كابتن محمد صلاح كابتن توفيق السيد كابتن جهد جريش كل دول خبراء بتحكيم تمام زيد عليهم كمان الكابتن عيد مرزيق اللي هو المدير الفاني للفرقة المتضررة من ضربة الجزاء كل دول كل دول قالوا لك ايه ضرب الجزاء صحيحة بنسبة مليون في المية بين فيهم عيد مرزيق اللي عاقب لعبته على الاعتراض وبيقول لك انا مش عارف العيد بتاعي بيعترض على ايه كرة ضرب الجزاء يا جماعة يطلع كابتن جمال الغندور يقول لك ايه يقول لك لا انا مش ضرب الجزاء مع كابتن سيف زهر وفي الحقيقة الامر ده انا مش مستغربه مش مستغربه قوي ليه وحاولوكم الاسباب برضه لكن الكلمة اللي لازم نقف عندها اللي في اخر كلامه مع كابتن سيف زهر في الجزئية دي تحديدة يقول له لا بص هاتلي الزاوية دي الكرة جات في صدره وتلعت لقام فكابتن سيف زهر يدعك في عينيه يحاول يشوفه يقول لك لا يا كابتن دي جاي في ايده يقول له لا انت شايف ايه انت شايف يا كابتن سيف يقول له لا جاي في ايده انت بتعادها تاني ها شايف ايه يقول له جاي في ايده ما اصلا مش هيقول حاجة ما شافهاش او مش هيقول عكس اللي هو شافه مش هيكدب عنيه الكابتن سيف مثلا او اي واحد تاني مكانه كمزيع تمام اكيد هيقول لهو شايفه ما عندوش اي اهداف تانية عشان يغير الحقائق عشان يختلف مع الدنيا كلها على كرة زي دي على لعبة مش محتاجة جدال احنا للأسف وصل بنا الحال هنا في مصر ان الناس تبقى ماشية في سكة وسكة ماشيين فيها عن حق ومقررين بالتحكيم فيها او مقررين فيها بالقرار اللي تم اتخاذه وانا اروح العكس عشان دايس تاخد بالها مني للأسف الشديد يقول له لأ طب انتوا لو كده يا جماعة لو فيه توجه اقلوا الفقرة بتاعتي توجه يا نهارا بيض دلوقتي بقى فيه توجه للنادي الاهلي في التحكيم بعد كل المهازل اللي حصلت مع النادي الاهلي على مدار سنتين يا كابتن جمال توجه ايه كل دا وتوجه يا نهارا بيض دا احنا اكتر فريق يا جماعة خسر نقط السنة دي والسنة اللي فاتت ورأ هتقول لي اصنط وكده كده وحشين ياسيد احنا وحشين بس يا لن برح في عز ما نوحش لما تحسب لي خطأ صحيح او اتحسب لي ضرب الجزاء صحيح اكسبت واخد عندك عدد كبير جدا من ما تشك انت ممكن اكسب سواء السنة دي او السنة اللي فاتت بعد كل دا يبقى فيه توجه لصلاح الاهلي طب امارت ايه ادوني امارة احنا اول ناس معترفين ان الاهلي مش حالته لكن ادوني امارة ان فيه توجه لصلاح النادي يا الحقائق والكور اللي زي دي الوضحة وضوح الشمس نروح نكدبها ونقول لا غلط دي مش واضحة ومش عارف ايه والزاوية يا جماعة اولا شغلة حكم الفر انه هو يجيب افضل لقطة لحكم الساحة عشان هو ياخد قرار انبارح جاب له افضل لقطة يقول لك اصلها جاية في صدر طب تاني تعالي نتكلم في حتة تاني يقول لك طب ما هي لو جاية في صدر و جاية في ايده ما تتحسيفش طب ازاي طب ده القانون دلوقتي بيقول لك ايه الكرة لو جاية في صدر و جاية في ايده طواما ايده خارج اطار جسمه ضرب الجزاء لو كرة جاية في رجبته و جاية في ايده طواما ايده خارج نطاق جسمه ضرب الجزاء لو كرة جاية في دماغه و جاية في ايده ويده خارج نطاب جسمه تبقى درب الجزاء وهي الحالة الوحيدة الحالة الوحيدة اللي ممكن تعفي الحكم وتعفي اللاعب نحتساب درب الجزاء عليه لو الكرة جات في جسمه إزاي يكون هو قصد انه يشتت الكورة وهو بيشتتها ايده خارج نطاب جسمه وجات في ايده ما تحسبش درب الجزاء لانه قصد شاتت الكورة فأكيد مش 관�قصد شاتت الكورة بييده ور Rygle فهي دي الحالة الوحيدة لكن في نفس الوقت في نفس الوقت ما ينفعش يا جماعة غير حقيقة للدرجات يقولك فيه توجه للأهلي لا احنا كده بنهرك احنا كده بنهزر التحكم يا جماعة عدالة واحد زائد واحد يساوي اثنين القوانين ما فقاش وجهات نظر الكابتن جمال الغندور اللي بالمناسبة بقى الشيء يسكر مع كامل احترامي لشخصه ده أمر مفروغ منه لكن كان موجود في قناة كبيرة من قنوات اللي بتنقل دوري أبطال أوروبا وكان محلل وخبير تحكمي في القناة دي ولسوق حظه ولسوق حظه الشديد كان فيه لعبة في مباراة ما مش فاكب مباراة مين في الشامبينز ليج كرة دخلت هدف والحكم لغاها قالك اوفصايد لغا الهدف فطبعا الخبير التحكمي الكابتن جمال الغندور هو بالمناسبة قيمة تحكمية كبيرة وحكم مونديالي وكل هذه الأمور متفقين عليها ما فيش أي اختلاف لكن تلع قالك ايه بين الشوتين في الستوديو قالهم يا جماعة لا الحكم أخطأ والكرة دي هدف صحيح لسوق حظه لسوق حظه الاتحاد الأوروب الأول مرة في الدنيا يروح مطلع لك توضيح بين الشوتين بين الشوتين مباراة بخصوص لعبة حسبها الحكم انها مش هدف ويقولك ان الحكم كان عنده حق بسبب واحد اتنين ثلاثة لسوق حظ الكابتن جمال الغندور فلازم يا جماعة احنا نراجع نراجع الحاجات نراجع القوانين بتاعت التحكيم نراجع كل الكلام من ده قبل ما نطلع نقول أي حاجة طيب هنا الناس تسألي طب هو كابتن جمال الغندور هيعمل كده ليه تعال انا اقولك بقى كابتن جمال الغندور بيعمل كده ليه يلا نبتد يا جماعة هتولي أول تصريح الكابتن جمال الغندور ده من موقع القاهرة 24 من موقع القاهرة 24 الكابتن جمال الغندور الكرة المصرية لا تحتاج لوجود كلاتنبرج ركز معي واربط الكلام ببعض ادي اول حاجة الكرة المصرية لا تحتاج ايه لكلاتنبرج ماشي خش على بعده كابتن جمال الغندور ارفض التعاقد مع خبير اجنبي وكلاتنبرج تسبب في تراجع التحكيم السعودي ده موقع ايه موقع صادة البلد خش على بعده ده موقع بطولات جمال الغندور كلاتنبرج سمصار حكام واشربوا التطوير يا ولاد البلد خدت بالك خش على بعده الكابتن جمال الغندور على حسابه الرسمي على تويتر خلي بالك انا هنا مش في موقع الدفاع عن كلاتنبرج الرجل ده لو اخطأ حنهاجمه هو مش يعني مش واحد بدون اخطاء لو اخطأ حنهاجمه وارد انه يوفق وارد لا بس انت خدت بالاسباب خلاص جبت واحد يحاول يطور لك وينتشلك المنظومة دي من الفشل اللي احنا كنا فيه الحساب الرسمي الكابتن جمال الغندور على تويتر قالك الاخ مارك من السعودية الى الصين والان في اليونان وبكرة في مصر سمصار تعيين حكام غير محليين للدورات اشربوا التطوير يا ولاد البلد قادي الكابتن جمال الغندور على حسابه الرسمي على ايه على تويتر طب خش على بعده تمام جمال الغندور التحكيم المصري يخسر في وجود كلاتنبرج خش على بعده جمال الغندور كلاتنبرج سيتسبب في ازمة داخل التحكيم المصري ده من الجمهورية خش على بعده اخبار اليوم جمال الغندور الكرة المصرية لا تحتاج لوجود كلاتنبرج هيا حاجة تاني كفاية دول ولا ايه بقى كفاية دول ولا ايه كفاية كل ده وكلاتنبرج أصلا لسه ما اشتغلش كل ده وكلاتنبرج أصلا لسه ما حطش ايده في الشغلان هنا في مصر اذا هنا السؤال هل تصرحات الكابتن جمال الغندور اللي احنا عرضناها دلوقتي ليه علاقة بتصرحاته مبارح مع الكابتن سيف زهر هنا احنا بنسأل اللي هو يبقى فيه توجه بقى كابتن جمال بخصوص كلاتنبرج احنا لازم بالمناسبة والله العظيم انا اللي بقوله لكم ده حقيقي في مجموعة كده من من هم محسوبون على منظومة التحكيم في مصر عايزين يفشلوا كلاتنبرج عايزين يفشلوا كلاتنبرج والله ما بدافع عنه بس ادوا الراجل فرصة يشتغل ادوا الراجل فرصة يشتغل هل بقى تصرحات مبارح ليه علاقة بكل اللي انا عرضته لحضراتكم ولا لا الاجابة عندكم هل فيه توجه موجود عند الحكام اللي انا باحترامهم جدا بالمناسبة ووصد في قدراتهم وعارف ان بعد كلاتنبرج حيجي انا دي قناعاتي حيجي واحد بعد كلاتنبرج الخبير تحكيم مصري بإذن الله حيكون سفنة التحكيم لبرى الامان بشكل مميز يكون شرب شوية او يكون تعلمنا شوية من كلاتنبرج ربنا يوفق لكن هل التصرحات مبارح بالتصرحات اللي اعرضتها لحضراتكم دي ليه علاقة في تخيلي ان ليه علاقة وليه هتوجه او من خلالها فيه توجه لإفشال كلاتنبرج قبل ما يبدأ من خير ما حتى نديله فرصة والنعيب ان احنا نجيب حكام او خبير اجنبي عشان ندير لجنة الحكام في التحاد الكور طب ليه مش عيب ليه طب ما واحد حيجي يطور يا راجل ده كابتن سامير عصمان يانه ريسو كابتن سامير عصمان مبارح قال تصريح كنبلا كنبلا قالك ايه قالك يا جماعة كان فيه واحد في مطش المطشاط السنان اللي فاتت شالف فيه شابتاعة الكابيرينت الفر عشان بيعمل كاتل شاي بيعمل كاتل بيسخنه عشان يشرب شاي شفتوا كده شفتوا كده طب ما فيه اكتراحات كتير يا جماعة فيه اختراع اسمه مشترك هتو معاكم او اعمله نصب شاي جنب غرفة الفر يا جماعة شوفوا لكم اي حل فيه حاجات حلول بديئية بديئية جدا بديئية جدا لكن مش للدرجات يا جماعة نحن نشيل ونقطع وتعمل شكوى الاسخن بقى من كده ان نتعمل شكوى ووقع مثبتة وما حدش اتكلم فيها اصلا وما حدش حقق فيها شفتوا التحكيم كان وصل لحد فين وكان حيصل بنا لحد فين حتى في ظل ادارة الكابتن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام السابق شوفتوا احنا كنا رايحين فقالي سكة احنا في كل الاحوال يا جماعة مش هدفنا ان احنا نساند شخص بعينه او مش هدفنا ان حد ييجي في صف الاهلي او حد ييجي دود لا احنا هدفنا ان يكون في عدالة الاهلي يا جماعة خاد بطولات قد كده لما كان في عدالة الاهلي يا جماعة في ظل تواجدوا الفار خد دور ابطال افريقيا مرتين منهم مرة قدام نادي الزمالك خد اتنين برونزيتين كاس عالم ما شايف والفار موجود خد سوبر اتنين سوبر افريقيا وسوبر مصري وكاس مصري كل ده والفار موجود وحياق البطولات والفار موجود كل الكلام ده مفروغ منه لكن لازم بالشرط ايه بالشرط تحقيق العدالة ان العدالة تكون موجود العدالة تكون موجودة علشان يكون كل فريق ياخد حقه وبالتالي الافضل هو اللي يكسب لكن في كل الاحوال اللي بيحصل ده جماعة حاجة تدحك وحيات ربنا زي اللي قاله الكابتن سامير عصمان وزي اللي بيعمله الكابتن جمال نغندور مع كامل احترامي ليه الناس تقول لك كرة جات في ايده لا العالم كله قالك كرة جات في ايده يقول لك لا مليش دعوة في زاوية تانية لا ويقول لك فيه توجه للنادي الاهلي دلوقتي بفيه توجه النادي الاهلي نهاري سواح ترجمة نانسي قنقر